السلام عليكم ورحمة الله النهاردة ان شاء الله هعمل لكم نوعين سوس من اهم السوسات اللي بتستخدم في تزيين الطرط والجتوهات وبتستخدم في حلويات كتيرة وطعمها حلو جدا وهعملها لكم باسهل طريقة ممكنة ده سوس مرواري الكراميل ومعانا كمان هعمل لكم مرواري الشوكولاتة طعمه طحفة انا على طول بستخدمه وبعمل بنفس المقادير دي بالزبط وبيطلع ناجح جدا وطعمه ممتاز هعمل لكم اول حاجة سوس المرواري الكراميل معنا المقادير بكباية الشاي العادية اللي في اي بيت كباية سكر ومعلقة كبيرة عسل جولوكوز يا ريت جبي ومعانا نصف كباية مية وحوالي كباية اللاتلت شوكولاتة بيضة وكباية اللي ربع كريمة لباني وهقول لكم البديل بتاعي ايه موجود في كل بيت ومعلقة كبيرة جيلاتين اول حاجة هنعملها هنضيف المية دي للجيلاتين ونسيبهم على جنب مية بردة عادية خالص من الحنفية واسيبيهم على جنب لحد ما نكمل بقيت نعمل بقيت المكونات هنحط السكر في حلة وعليه معلقة عسل جولوكوز ونحط تقريبا معلقة مية معلقة المية دي عشان ما يتحرقش منك بسرعة ممكن تستغني اصلا عنها وتسياح السكر على طول بس اهم حاجة افضل يقلبي فيه طول ما انت وقفة كده لحد ما ياخد معانا اللون الدهب الحلو ده هنبتدي ننزل بقى عليه بالمية النص كوبية المية ونفضل نقلب فيها لحد ما الكرم اللي يدوب تاني وبعد كده بقى ننزل بالكريمة اللباني كريمة اللباني متابعين اكيدا عارفين والشوكولاتة هننزل بيها برضو وياخدوا غلوة كده بسيطة او يدوبك يا شوكولاتة تسيح ننزل بقى بالجيلاتين شفتوا شكله وشرب المية خالص ازاي ونصف بقى نضربه انا ضربته بالهند بلندر ولازم تصف الخليط عشان يبقى صافي كده وبيبقى ممتاز جدا خلاص كده خلصنا بطريقة سهلة جدا اقولكو بقى بديل الكريمة اللباني متابعيني اكيدا عارفين ان انا بستخدم بديل الكريمة اللباني اشتة اللبن بديل ممتاز للكريمة اللباني واحبتلكو لينك استخدامات الاشتة اللبن دلوقتي بقى هنعمل مروار الشوكولاتة سهل جدا ومقاديره سهلة وبسيطة جدا جدا كوب بايت كريمة اللباني تلات معالق كبيرة سكر تلات معالق كاكاو كبيرة واربع معالق عسل جولوكوز ومتين جرام شوكولاتة بصوا الشوكولاتة العبوة دي متين وعشرين جرام شلتي منها هي الحتة دي اللي هي دي العشرين جرام وهستخدم بقية العبوة ومعانا معالقة كبيرة جيلاتين وهنحط عليها فنجان مية زي ما عملنا برضو في مروار الكراميل وانا حبيت اطور دي مش في المكونات بس حبيت اضيف معالقة كده نسكة فيه بحس ايه اشوف طعمها هتبقى عامل ازاي هي اصلا يعني مش ضرورية ممكن نستغني عنها جدا هنحط بقى مية المية فنجان المية على الجيلاتين مية بردة زي ما قلنا من الحنفية ونسيبه على جنب يتشرب المية وهنحط بقية المكونات كلها في حلة ونحطوهم على النار هنحط كل المكونات معادة الجيلاتين ومعادة الشوكولاتة وهننزل بقى بعسل الجولوكوس وزي ما قلتلكم بديل الكريمة اللباني ما تنسوش هو اشتة اللبن بديل ممتاز جدا للكريمة اللباني اكيد متابعيني عرفين الكلام ده قلتوه لهم كتير قبل كده اللي اول مرة يشوفني انا بقوله الكلام ده ان اشتة اللبن هي البديل معايا للكريمة اللباني في اي حلويات في اي اكلات بعملها بتبقى بديل ممتاز هحطلكم لينك استخداماتي لاشتة اللبن انا عملت فيديو لاستخداماتي لها هحطلكم لينك بتاعها تحت في الديسكريبشن ان شاء الله وبعدوا شوفوها بجده هيفيدكوا جدا في خلال بقى ما المكونات دي اللي احنا حطناها هتغلي على النار هتاخد غلوة واحدة بس مش هنغليها كتير هي غاية دوبك تغلي ونبتدي بقى نضيف عليها الشوكولاتة ونضيف عليها الجيلاتين الشوكولاتة انا بقى اطحها بالطريقة دي علشان تسيح معانا بسرعة وما تاخدش وقت وهي بالدوب مع المكونات خلاص اطعت كده الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده خلاص كده اهو السوس هيبتدى يغلي معانا اول ما هيغلي هننزل زي ما قلتلكم بالشوكولاتة وبالجيلاتين والانلف فيهم لحد ما يدوب خالص الشوكولاتة وبعد كده نحط الجيلاتين جد السوس ده طعمه روعة طعمه طحفة جدا وممتاز المكونات والمقادير دي انا من سنين بعملها وما بغيرهاش وماشي عليها في اي في اي طرطة طرطة شكولاتة او جاتو شكولاتة انا بعمل السوس ده وبيبقى فعلا ممتاز اهم خطوة بقى انت هتعملها شايفين في لمعة طحفة بيلمع وجميل اهم خطوة بقى هنعملها ان احنا زي ما انتوا شايفين كده هنصفي بحيث يبقى ناعم كده وما فهوش اي كالكعة مطرح القشط اللي احنا عملناها ممكن بعد ما تصفيت يدي له ضربة برضو بالهند بلندر هتبقى هيبقى انعم وهيبقى جميل خلاص كده نوعين السوس اتعملوا يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب يكون مفيد لكم شكرا جدا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة